في كراج الراموسة، محطة الحافلات الرئيسية في مدينة حلب السورية وتحت أشعة شمس حارقة يفترش عشرات الرجال والنساء مع أطفالهم الأرصفة حيث يستريحون بعد رحلة فرار شاقة من مناطق معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة ودائر الزور قبل اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 اعتاد المسافرون سلوك الطريق من الرقة إلى حلب في رحلة تستغرق حوالي ساعتين إلا أنه مع اندلاع المعارك في الرقة قد تتطلب الرحلة أياما محفوفة بالمخاطر كنا نطلع من المحافظة الرقة للمحافظة حلب ساعتين اليوم لو وصلت حلب بدي ثلاثة أيام وكان أولي قبل الأحداث الطريق كثير كويس وما في لدى دمار ولا كذا بس ألعز حاليا الدمار بكل مكان قلة من الشركات عاودت العمل في محطة الراموسة في شهر يوليو تموز بعد توقفها عن العمل في العام 2012 يقول محمد وهو مسؤول بيع تذاكر أن بعض العائلات قد تنضي 24 ساعة بانتظار وصول الباص المقبل أول ما ميزهم الباص سنين بيكون معهم مرضة وعجزة يعني أنا أياما شاية العالم على إيدي أنه مثلا عجز بس بدهم صنين ما عندهم دكتور هون فيه مشافي فيه مستشفيات بيجوا بس بدهم دكتور بدهم مستشفى بقى منشينهم منساعدهم الأولاد الصغار اللي في حياتها ما يشافي غير داعش تجي لهون فرحانة وبعدما شكلت الراموسة العام الماضي معبرا تم من خلاله إجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين من مدينة حلب تزامنا مع سيطرة الجيش السوري عليها بالكامل تحولت اليوم معبرا للهاربين من جبهات القتال ضد الجهاديين في البلاد